من هذه التجربة النائب أيمن عودي اسمعنا وسؤالي لك مجددا هل أنتم الآن بيضة القبان النائب أيمن عودي المشتركة باتت بيضة القبان أهلا أخي الكريم أنا لا أعتقد ذلك لسنا بيضة القبان في هذه الحالة إلا إذا كان هناك من يعتقد بأننا نستطيع أن نكون بحكومة معادية لشعبنا عندما أقول معادية لشعبنا انظر إلى ثلاثة معطيات المعطى الأول غلاء المعيشة غلاء المعيشة هو الأعلى منذ 18 سنة منذ العام 2004 هو الأعلى منذ 18 سنة انظر إلى الهجوم على القدس هو الأبشع الأكثر وطأة منذ الاحتلال 1967 انظر إلى تعامل الشرطة مع النقاب هو الأسوأ منذ انتهاء الحكم العسكري هذه ثلاثة معطيات واضحة تماما إلا إذا في ناس بيقول لنا كونوا ناس سيئين ادخلوا وسيئوا إلى الناس نحن لا يمكن أن نسيء إلى الناس إلا إذا هناك من يعتقد بأن باستطاعتنا أن ندخل ونغير سياسة الحكومة نفتالي بنيت أيلة شاكيد كارة أورباخ أيل كين أنا شخصيا لا أعتقد ذلك الأمر الآخر لو القائمة المشتركة تحافظ على مواقفها وقيمها هل تعتقد أن كل هؤلاء سيوافقون على الاعتماد عليها؟ يعني هذه الحكومة ممكن أن تعتمد على عرب يصمتون عندما ترتفع الأسعار عندما يهاجم أهل النقاب هذه الحكومة قتلت 65 فلسطينيا هذه الحكومة تريد لعرب أن يصمتوا عن كل هذا وهذا ليس من شيئا القائمة المشتركة ولا من قيمنا ولا من قيم أبناء شعبنا هل تمارس عليكم ضغوط سواء من أطراف داخل اتلاف الحكومة الحالي وأنا أقصد بالطيار اليساري إن صح التعبير أو طيار المركز وهل تمارس عليكم ضغوط من جماهير عربية أو جهات داخل الجمهور العربي لتعملوا على إسقاط الحكومة أم ليس هناك ضغوط كهذه؟ بالنسبة للحكومة لم يتوجه أحد من الحكومة إلينا وهذا يؤكد ما قلته يعني أعضاء الحكومة بعرف إنه أيالد شاكيد إنه كارا إنه أورباخ إنه إيل كين لا يمكن أن يوافقوا أن يعتمدوا على أي عربي لديه قيم عربي بدون قيم بيعتمدوا عليه ولكن عربي مع قيم أو عربي بدون خير لشعبه اللي بيقولين يعني كيف تقتلوا فلسطيني كيف تعملوا هيك مع النقاب كيف بترفعوا الأسعار وبتدمروا لبيوت عربي اللي عنده هاي القيم ما بيقبلوا ما بيقدر يكون جزء من هذه المنظومة الحالية الموجودة أما بالنسبة لضغطات هناك ضغطات مثلا من أفراد مما يسمى اليسار الصهيوني يعني جزء من الناس على فكرة عندي نوايا طيبة إنه يلا وأجا وقتكوا أدخلوا كلامنا النوع ولكن هذا فعلا غير واقعي هناك البعض من أبناء شعبنا اللي يعني بدوا يبحث عن أي أفق حتى لو كان غير واقعي حتى لو بنوايا سليمي بتصلوا إلا هذا يعدد ولكن نحن نفسر للناس ونقول بأن هذا الأمر غير واقعي لا إحنا بنقدر نغير سياسة الحكومة الحالية جوهريا ولا هن أصلا بيقبلونا بقيامنا نحن غير عن هيك إذا بتغرق السفينة الفران بتصير تنطنت الكل عارف المستفينة عم تغرق فكل مركب سيتشدد أكثر وبهذا واضح أن الحكومة ستسقط خلال شهر وسنذهب إلى انتخابات نهاية أيلول أول تشين أول السؤال انتخابات في هذا الموعد انتخابات مبكرة ليست يعني في صالح القائمة المشتركة استطلعت الرأي تعطيكم ستة مقاعد لا تغيير الموحدة من أربع إلى خمسة وهذا يشير إلى أنه لها جمهورها الذي يؤمن بخطها أنا أعتقد بأن لا أعتقد وإنما أعرف أكثر مما أعتقد أعرف أن كل هذه الاستطلاعات جزء منها لم يجري أصلا لدى الجمهور العربي وجزء كانت العينة سبعين إنسان تمانين إنسان وهذا لا يمكن أن يكشف الحقيقة أنت تعرف عندما يكون الاستطلاع العرب الاستطلاع الرأي خمسمائة إنسان داخل إسرائيل قداش هست المواطنين العرب تكون سبعين إنسان سبعين إنسان هذا استطلاع غير علمي أنا الذي أستطيع أن أقوله بوضوح أنه كنا الصادقين مع الناس كل ما حللناه سياسيا أثبت صحته تماما تعملنا بأخلاق وبقيام وجلبنا إنجازات بكرامة مثل خمسمائة شيكل لكبار السن مثل إرجاع رخص السياقة للناس اللي عليها عملياً عليها ديون متراكمة وإنجازات عينية هنا وهناك بالإضافة أن الخطة الاقتصادية خمس خمس سفر تسع وشين نص مليارد هي امتداد لخطتنا نحن الأصلية تسعة اثنين اثنين يعني نحن وضعنا هذا التوجه خطة اقتصادية جدية لصالح المواطنين العرب وكل هذا دون أن ندفع ثمن بقيامنا أو بمبادئنا دون أن ندعم قوانين عنصرية أو ميزانية تسيء لحياة الناس اليومية نعم إذن كما فهمت منك أن السيناريو الأقرب من وجهة نظرك هو انتخابات مبكرة خلال ثلاث إلى أربع أشهر من اليوم نعم هكذا أعتقد برأيي هذا ما سيحصل مع أن السؤال مبكر نوعاً ما فيما لو كانت انتخابات مبكرة هل المشتركة ستخود هذه الانتخابات بتركيبتها الحالية أم سيكون هناك تغيير نحن نريد أوسع تحالف ويا ريت لو بيكون قائم ومشترك يشامل لكل المواطنين العرب دون فيت وضد أي أحد حتى الواحدة بشرط أن نتفق على مبد الشرط الأساسي هو المبدأ الوطني المشترك لنا جميعاً كما أسسنا القائم المشترك سنة 2015 الالتزام بهذا الموقف الوطني مش نروح مع حدا وفجأة من وراء ظاهرنا يدفق مع نتنياهو ويروح عند الرافد روكمان ومستعد يروح عند أكثر ناس مبطرفين مش حدا يقول أن دولة إسرائيل ولدت يهودية وستبقى يهودية هناك خط وطني كريم هو خط القائم المشتركة المطلوب الالتزام به ويا ريت أوسع وحدة لأبناء شعبنا رئيس القائمة المشتركة عدواء الكنيسة أيمن عادي شكراً جزيلاً لك كنت معنا في بثحة مباشر من الناصرة شكراً لكم جميعاً ورمضان كريم شكراً